الحقيقة دكتور مصطفى المشهد اللي كلنا شفناه بارح مشهد بيبعث كده برسالة طمقنة واحنا شايفين على الهوى دلوقتي صورة سيد دكتور مصطفى مدبولي وهو في ميناس كندرية والإفراج الفوري والجمروكي صورة فيها رسالة للتجار فيها رسالة كمان للسوق مهمة جدا احنا بلوجة الأرقاب بنتكلم على حوالي 12 مليار جنيه من أول شهر يناير حتى الآن الرقم ده بيمثل ايه برأي حضرتك وإلى أي مدى ده ممكن يعمل رسالة تثبيت حتى الأسعار دلوقتي لغاية ما زي ما سيدك قلت الدورة تتم خلال شهرين ثلاثة ويحصل تخفيض للأسعار أو الخفاض لها أهمية هذه الرسالة أنا فعلا لفت نظر بارح الرقم ده اللي هو 12 مليار دولار من أول يناير حتى مارس لأن يعتبر كده الدولة في عزة أزمتها خلال شهر يناير وفبراير قدرت أن هي توفر عملة دولارية بحيث أن برضو تقدر توفر دولار للإفراجات الجمركية بحيث أن ما يحصل شيء يعني توقف أو فجوة كبيرة جدا في معظم السلع يعني معنى أن هي تقدر أن هي توفر أو تفرج عن سلع بقيمة 12 مليار دولار من أول يناير لغاية مارس ده معنى أن الدولة كانت شغالة برضو على موضوع الإفراجات وما تمتش مبارح بس لأ كان فيه إفراجات بس بشكل محسوب جدا ودقيق عشان للحفاظ على المقدار المتاح أو الحيز المتاح من العملة الدولارية اللي كانت بتوفرها للأولويات القصو وبالتالي ده برسالة قوية جدا على أن الدولة ما كانتش شغالة بس أول ما مشروع رأس الحكمة أو اتفاقية رأس الحكمة اتوقعت أو السيولة أو التدفقات الدولارية دخلت من هذا المشروع ولكن الدولة كانت شغالة بإجراءات سابقة للعمل قدما على حل هذه المشكلة وعدم التراكم المتزايد أو يحصل فجوة كبيرة جدا ما بين الطلب اللي موجود في السوق وانحصار العرض